قل هذه سبيلي أدل إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم يخر تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم سلسلة قصص الأنبياء للشيخ أثمان الخميس قصة يعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع أحسن القصص مع قصص أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم مع القصص الحق وفي هذه الليلة نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في قصص ذرية نبي الله وخليله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولد لإبراهيم على المشهور ولدان من الأنبياء وقيل إن له أولادا آخرون والعلم عند الله جل وعلا ولكن ذكر الله تبارك وتعالى ولديه إسماعيل وإسحق وقد تكلمنا عن إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه وبقي علينا أن نتكلم عن ولده إسحق ولد إسحق لإبراهيم على كبر وإذلك لما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بإسحق قال أبشرتموني على أن مستني الكبر فبما تبشرون فبشروه بإسحق وقالت زوجة إبراهيم سارة كما ذكر الله تبارك وتعالى عنها وأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم سببان مانعاني للولادة والحمد كبر وعقب عجوز عقيم قالوا أتعجبين من أمر الله هذا أمر الله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون أليس الله جل وعلا خلق آدم دون ذكر ولا أنثى وخلق حواء من غير أنثى فالأمر عند الله جل وعلا لا يحتاج إلى كبير مشقة ولا إلى قليل أمره كما قيم بين الكاف والنون سبحانه وتعالى ولد إسحاق لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ولم يذكر كذلك كبير حديث عن إسحاق والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه كان داعية نبياً على دين أبيه إبراهيم وعلى شرعته كذلك وهو نبي كريم ولكن ليس هناك أي تفصيل عن حياته ودعوته إنما ذكر ذكراً صلوات الله وسلامه عليه وذكر كذلك أنه ولد لإسحاق ولداً يعقوب والعيص ويقال له عيص ولداً لإسحاق ذكرت قصة في كتب بني إسرائيل ونقلها البعض نذكرها لأنهم ذكروها ثم نبين صحتها من فسادها ذكروا أن إسحاق كان قد عمي كان ضريراً لا يرى وكان يحب ولده العيص أكثر من حبه ليعقوب وكانت الأم على العكس تحب يعقوب أكثر من حبها للعيص فطلب إسحاق من العيص أن يأتيه بجدي مشوي ليأكل منه فخرج العيص ليأتي بالجدي يصطاد الجدي لأبيه هنا إسحاق قال لولده قبل أن يخرج ايتني بالجدي حتى أدعو لك فيبارك الله لك وفي نسلك خرج العيص هنا استغلت الأم الفرصة فقالت لولدها يعقوب خذ جدياً من الحضيرة واذبح لأبيك وشوه حتى يباركك بدل العيص فقام يعقوب وأخذ الجدي وذبحه وشواه وقدمه لأبيه وكان العيص مشعراً يعني الشعر بارزاً في جسمه ولم يكن يعقوب كذلك فلبس ثوباً من شعر حتى لا يشعر به أبوه فقدم الجدي لأبيه فقال له أبوه من أنت قال ولدك العيص فلمسه وضع يده عليه ثم قال الصوت صوت يعقوب واللمس لمس العيص ثم دعا له وباركه بعدها جاء العيص بالجدي فشواه وقدمه لأبيه فقال له ما هذا قال يا أبتي هذا الجدي الذي طلبته قال ألست جئت به قال أبداً ما جئت به إلا الآن قال بلى جئت به وأكلته قال ما جئت به إلا الآن فعرف العيص أن أخاه عقوب قد خانه في هذه ولا شك أن هذه القصة مكذوبة باطلة لأن فيها اتهاماً لعقوب بالكذب والخديعة وفيها اتهاماً لإسحاق بالغفلة وفيه اتهاماً للأم بالخيامة والغدر وليس أمرهم كذلك صلوات الله وسلامه عليهم أبداً بل كان ولدين بارين بأبيهما إسحاق المهم أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه أمرته أمه أن يذهب إلى خاله وذكروا أن خاله اسمه لابان اسم خاله لابان يعينكم الله ستسمعون في هذه الليلة أسماء غريبة إن حفظتموها فجيد وإلا فلا يضر لأن حتى هذه الأسماء غير ثابتة ولكن ذكرت في كتب أهل الكتاب وهذه من المعلومات التي لا تنفع ولا تضر وإنما هي ملح وفوائد إن عرفها الإنسان فأحسن من جهلها وإن جهلها فلا يضره ذلك شيئا ذهب يعقوب إلى خاله لابان في حران وجلس عنده فترة طويلة ولكنه قبل أن يصل إليه أدركه الليل في الطريق فنام وضع حجرا ونام عليه فرأى رؤيا في المنام رأى الله جل وعلا في المنام وأن الله جل وعلا يقول له سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل هذه الأرض لك ولعقبك استيقظ يعقوب ووضع علامة على الحجر الذي نام عليه حتى يعرف الأرض التي قال الله له في المنام أنني سأبارك لك ولذريتك وأجعل هذه الأرض لك ولذريتك فوضع على الحجر الذي نام عليه علامة حتى يعرفه متى جاء ثم سمى ذلك المكان بيت إيل وإيل معناها الله يعني بيت الله إيل معناها الله وبيت وبيت إيل يعني بيت الله ذهب على أساس أن هذا المكان سيبني فيه بيت الله جل وعلا ثم ذهب إلى خاله لبان استقر عند خاله مدة طويلة ثم طلب من خاله أن يتزوج وطلب يد بنت خاله واسمها راحيل أنا قلت لكم ستسمعون أسماء غريبة لا بأس طلب يد راحيل فوافق الأب الخال خال أب البنت وخال يعقوب على صلى الله عليه وسلم قال لا ما نعم على أن تأجرني سبع حجج سبع سنين تعمل عندي أزوجك راحيل قال لا مانع فعمل عنده سبع سنين قال زوجني الآن قال أفعل فزوجه فلما دخل عليها يعقوب وإذا هي ليست راحيل زوجه أختها واسمها لي لي فقال يا خال إنما طلبت راحيل ولم أطلب لي قال ليس من سنتنا يا بني أن نزوج الصغرى قبل الكبرى لي هي الكبرى أنا وافقت صحيح لكن غيرت رأيي لابد أن تتزوج الكبرى قبل الصغرى قال ولكني أريد راحيل قال لا سبع سنين أخرى تجلس عندنا سبع سنين أخرى ونزوجك راحيل قال نعم أفعل فجلس فجلس عند خاله سبع سنين أخرى فزوجه خاله الأخرى وهي راحيل ومكث بعد هذه السنوات ست سنين حتى أتم عشرين سنة عند خاله في حران وكان يرعى له الغنم ورزقه الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا حتى كثر ماله جدا رزق بأولاد كثر صلوات الله وسلامه عليه رزق من لياء روبيل وشمعون ولاوي ويهوذة وإيساخر وزايلون ستة ستة أولاد ولدتهم لياء ليعقوب عليه الصلاة والسلام وقدر الله جل وعلا لياء رحيل ما ولدت شيئا أي نعم هو تزوج راحيل ولياء زوج لياء الأولى وأنجبت له ستة ولكن راحيل لم تنجب راحيل لم تنجب ليعقوب شيئا طيب لما يئثت راحيل من الولادة أهدت لي زوجها يعقوب جارية عندها فدخل على الجارية وولدت له ولدين هذه الجارية وقيل إنه سماهما دان ونيفتالي أسماؤهما كيف في لغتهم ثم أهدت لي ليعقوب جاريتها أيضا غارت كيف تهدين جاريتك أهدي أنا جاريتي فأهدت جاريتها ليعقوب فولدت له كذلك ولدين سماهما حاد أو جاد يقال حاد ويقال جاد وأشير ولم تلد راحيل شيئا يعني عشرة أولاد الآن ليعقوب عصوة وليس شيء من راحيل أبدا فيذكر أنه دع الله تبارك وتعالى أن يرزق بولد من راحيل وكانت راحيل كذلك ثم حملت راحيل وولدت له يوسف وابن يامين فولدت راحيل ليعقوب يوسف وابن يامين قلنا إن يعقوب ظل عند خاله عشرين سنة ثم فكر أن يرجع إلى أبيه وأخيه وأمه فرجع وكانت عنده أموال كثيرة فقدمها بين يديه بشارة لأبيه وأخيه العيص ثم بعد ذلك رجع إلى المكان الذي غادره قبل عشرين سنة وضع عنده العلامة وهي الصخرة التي نام عليها صلوات الله وسلامه عليه وبنى هناك بيت المقدس ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين بناء البيت الحرام وبناء بيت المقدس أربعون سنة إبراهيم إبراهيم وإسماعيل بني الكعبة ويعقوب حفيد إبراهيم بنى بيت المقدس فهو ثاني مسجد وضعه في هذه الأرض ثاني مسجد وضعه في الأرض بناه يعقوب صلوات الله وسلامه عليه رجع إلى به ثم توفي إسحاق بعد مدة قيل إنه بلغ من العمر ثمانين ومئة سنة والعلم عند الله جل وعلا ليعقوب أولاد كثر كما ذكرنا إثنى عشر ولدا واختلف أهل العلم في أولاد يعقوب عدا يوسف هل هم الأسباط أو مع يوسف هل هم الأسباط أو لا والصحيح أنهم ليسوا الأسباط لأن الأسباط أنبياء والصحيح أن أولاد يعقوب لم يكنوا أنبياء بدليل ما سيأتي من فعلهم الشنيع بيوسف عليه الصلاة والسلام حيث حاولوا قتله فكروا في قتله ثم ألقوه في الجب ثم كذبوا على أبيهم وكذبوا على يوسف فمثل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من الأنبياء فالصحيح أنهم ليسوا الأسباط ولكن الأسباط من ذريته يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعقوب هو إسرائيل يعقوب هو إسرائيل يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل وإيل في لغتهم هي اسم من أسماء الله جل وعلا هكذا يقولون ولكن لا يجوز لنا الآن نسمي الله بإيل لأن أسماء الله توقفية سبحانه وتعالى ولكن ذكروا أن إيل اسمه من أسماء الله فالعلم عند الله جل وعلا وإسراء بمعنى عبد فإسرائيل بمعنى عبد الله ثم تعالى جبرائيل ميكائيل عزرائيل وهكذا خادم الله حبيب الله المقرب لله وما شبه ذلك من هذه المعاني ولد ليعقوب هؤلاء الأولاد ورجع إلى أبيه في فلسطين في القدس وهناك تأتينا قصة جديدة وهي قصة نبي الله يوسف وهي خليط من قصة يوسف مع قصة يعقوب صلوات الله وسلامه عليهما قصة يوسف ذكرها الله تبارك وتعالى مفصلة في سورة طويلة سميت باسمه قال بعض أهل العلم قراءتها تغني عن تفسيرها فالذي يقرأ سورة يوسف يفهمها واضحة تماما ما تحتاج إلى تفسير لكن التفسير يأتي بذكر الفوائد وبعض النكت وبعض الأشياء غير الواضحة تحتاج إلى توضيح زيادة أما جملة القصة جملة القصة القصة فإنها واضحة لكل أحد ولذلك يلتذ الجميع بقراءة هذه السورة فناسب أن يكون كلامنا عن هذه السورة مفصلا حتى نستخرج منها الفوائد والعبر اجتملت قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه على الجليل من الأحكام والحكم والآداب وفيها كذلك من مكر النساء وكيدهن وكيد الرجال كذلك وفيها من تدبير الخطط وحسن العاقبة وصبر الأدقياء وبيان أن الحذر لا ينجي من القدر وكذلك أمور أخرى كثيرة سنجدها واضحة جلية عند قراءتنا لهذه القصة العجيبة ألا وهي قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوسف فقال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ذرية بعضها من بعض نعمة الذرية والله يوسف عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أعطاه الله شطر الحسن شطر الجمال لا يمكن لأحد مننا أن يتصور هذا الجمال ويكفينا أن نعرف أن النساء لما دخل عليهن يوسف قطعن أيديهن وهن يرينه منبهرات من جماله صلوات الله وسلامه عليه بل قلنا ما هذا بشره إن هذا إلا ملك كريم لجماله صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله جل وعلا جمالا ظاهرا شطر الحسن وأعطاه جمالا باطنا تقوى ودين وخلق عظيم في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا في بداية هذه السورة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص وعلى الصحيح أن أحسن القصص ليست قصة يوسف ليست هي المقصودة في أحسن القصص وإنما المقصود مجمل القصص نحن نقص عليك أحسن القصص قصة يوسف قصة إبراهيم قصة موسى قصة عيسى قصة شعيف قصة آدم قصة صالح قصة هود أحسن القصص نقص عليك أحسن القصص وخذ هذه واحدة منها قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه بدأت قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما رأى رؤيا عجيبة إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مفيد عرف يعقوب لما أعطاه الله جل وعلا من علم أن هذه الرؤية حق وعرف أنها بشرى نبوة وأن يوسف صلوات الله وسلامه عيث يكون نبيا فخاف عليه من إخوته وكان يوجس منهم شرا فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك لما أخشى أن يكيدوا لك كيدا والسبب إن الشيطان للإنسان عدو مبين يسول لهم الشيطان ذلك فيكيدوا لك كيدا وإني أخشى عليك جاء في كتب أهل الكتاب أن يوسف قصها على إخوته والله ما ذكر لنا ذلك والظاهر أنه استجاب لأمر أبيه ولم يقص هذه القصة على إخوته عندها قال له أبوه كذلك يجتبيك ربك هذا اجتباء يا يوسف يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أي كما أراك الله جل وعلا هذه الرؤية العظيمة فإذا كتمتها سيجتبيك ربك يخصك بأنواع اللطف سبحانه وتعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك بالوحي فتصير نبيا وعلى آل يعقوب بسببك أنت فلا تقص هذه القصة على إخوتك قال الله جل وعلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل آيات آيات بينات وواضحات علامات على صدقي محمد صلى الله عليه وسلم كيف رجل أمي عاش في مكة وما خرج منها إلا لتجارة قصيرة ورجع ثم يأتي يقص هذه القصة بتفاصيل دقيقة تعجب منها أهل الكتاب بل كتموا أشياء منها كقصة يوسف مع امرأة العزين فذكرها محمد صلى الله عليه وسلم آيات على صدقه صلوات الله وسلم معه حيث قص هذه القصة بهذا الجمال وهذه التفاصيل لقد كان في يوسف أي في قصك لقصة يوسف وإخوته آيات للسائلين الذين يسألونك عن أخبار ما قد سبق إذ قالوا بدأت الآن هذه القصة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إخوة يوسف متضايقون اجتمعوا وهم متضايقون فقال بعضهم لبعض يوسف وأخوه بن يامين ابناء راحيل يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا نحن نرى ذلك نرى أن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة جماعة مجتمعة ألقى الشيطان في قلوبهم الحقد والحسد على يوسف صلوات الله وسلامه عليه ثم اتهموا أباهم النبي الكريم فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين وهذا لا يقوله أنبياء أبدا ولا يقال هنا إنهم بعد لم يصيروا أنبياء إن الله تبارك ويختار الأنبياء منذ نعومة أظهارهم الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى طي هل كان يوسف فعلا أحب إلى أبيه منه وإذا كان الجواب نعم فلما لما كان يوسف أحب إلى أبيه منه الجواب نعم يوسف كان أحب إلى أبيه من إخوته يأتي السؤال الثاني فلما لما قال أهل العلم يمكن أن يجاب عن هذا بخمسة أجوبة الأول أن الحب شيء فطري لا يملكه الإنسان لا يملك الإنسان أن يحب أو أن يبغض إلا إذا كان في الدين أما المحبة الفطرية فهذه لا يملكها الإنسان قلبك ليس في يدك قلبك ليس في يدك وإنما يرغمك أحيانا على أشياء لا تريدها لحب في قلبك لشخص ما ولذلك ترى نفسك أنك تعاقب شخصا على فعل لو فعله غيره ممن تحب ما عاقبته وإذا قيل وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع له في القلب محبة لا يملكه لك وإذا جاء فعله لما قال أهل العلم يمكن أن يجاب عن هذا بخمسة أجوبة الأول أن الحب شيء فطري لا يملكه الإنسان لا يملكه الإنسان أن يحب أو أن يبغض إلا إذا كان في الدين أما المحبة الفطرية فهذه لا يملكها الإنسان قلبك ليس في يدك قلبك ليس في يدك وإنما يرغمك أحيانا على أشياء لا تريدها لحب في قلبك لشخص ما ولذلك ترى نفسك أنك تعاقب شخصا على فعل لو فعله غيره ممن تحب ما عاقبته وإذا قيل وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع له في القلب محبة لا يملك الإنسان وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني على ما لا أملك فالقصد أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يحب يوسف حبا فطريا وهذا لا يلام عليه إذا كان يعدل في المعاملة وهذا الذي نظنه في نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر الأول أو الجواب الأول الجواب الثاني صغر سني يوسف صغر السن لأننا قلنا إنها رحيل إن رحيل ولدت يوسف وأخاه آخر شيء فهما صغيران وهذا أمر فطري في الأبد وذلك يزعل الأولاد الكبار عندما يدافع الأب دائما عن الولد الصغير بل يحقدون أحيانا على الأب لأنه يحب الصغير أكثر منهم وليس الأمر كذلك الأصل في الأب أنه يحب من يحب الكبير أكثر من غيره البكر ولكن معاملته للصغير تظهر أنه يحبه أكثر وليس الأمر كذلك فهم كانوا متوهمين في دعواهم أن يوسف وأخاه أحب إلى أبيهم منهم فهذا وهم منهم الجواب الثالث سئلت امرأة قيل لها من أحب أولادك إليك؟ قالت المريض حتى يشفاه والمسافر حتى يعود والصغير حتى يكبر هذا هو الطبيعي دائما تجد الأم أو الأب يفكرون في الغائب أكثر من الحاضر هم لا يحبون الغائب أكثر من الحاضر ولكن لأنه غائب فينشغل القلب به وفي المريض أكثر من المعافى وفي الصغير أكثر من الكبير وهذا أمر طبعي في الإنسان الجواب الرابع أن يعقوب عيسى تسم كان يرى في يوسف أثار النجابة كما قلنا أعطاه الله تبارك وتعالى جمال الظاهر وجمال الباطن فكان يرى فيه هذه الآثار الطيبة فيحبه لحسن خلقه لدينه لنجابته وهكذا الجواب الخامس الخامس نعم الجواب الخامس للرؤية التي رآها يوسف صلوات الله وسلامه وذلك أن يعقوب علم أن ولده يوسف سيكون نبيا فلذلك كان يحن عليه ويحرص عليه ويرعاه ويخاف عليه لأنه سيكون له شأن عظيم عند الله جل وعلا وقد ذكر جواب سادس والله أعلم به قيل إن أمهما قد ماتت رحيل وذلك يذكر أن يوسف عندما يستد له أبوه وأمه ورفع أبوه على العرش قالوا رفع أباه وخالته فالله أعلم ولكن إن صح هذا فهذا سبب سادس زيادة الرعاية لفقدان الأم فكان فاقدين للأم يعني يوسف وابن يامين فكان الأب يحن عليهما ليعوض حنانا الأم الذي فقده يوسف وأخوه طيب قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين طيب ماذا تريدون الحل هذه المشكلة عرضت المشكلة الآن ما هي المشكلة يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة وأبونا في ضلال مبين عرضت هذه المشكلة طيب أليست كل مشكلة تحتاج إلى حل ما أحلكم قالوا اقتلوا يوسف هذا الحل اقتلوا يوسف بديل آخر أو يطرحوه أربط والنتيجة يخلو لكم وجوابكم إذن مشكلة وحل ونتيجة المشكلة يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا الحل اقتلوا يوسف وأطرحوا أرضا النتيجة يخلو لكم وجهو أبيكم إذن معادلة واضحة تماما ثم ماذا طيب هذه مأصية أخوكم ألا تخافون الله ألا تخافون العذاب ألا تخافون الحساب قالوا الله ما فيه مشكلة وتكونوا من بعده قوما صالحين نتوب بعد ذلك وتكونوا من بعده قوما صالحين بعد أن نقتل يوسف أو نلقيه أرضا ويخلو لنا وجه أبينا ونكون قد نلنا ما أردنا بعد ذلك نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونكونوا من بعده قوما صالحين لنرى هذه المسألة ليوسف وأخوه يوسف وأخوه أحب إلى أبينا من هذه المشكلة ونحن عصبة هل هذه مشكلة يحتاج حلها إلى قتل يوسف؟ وهل قتل يوسف حل لهذه المشكلة؟ ليس الأمر كذلك ولذلك ألقوا يوسف في الجب كما سيأتي هل خلالهم وجوابهم؟ لا بل سولت لكم أنفسكم أمرا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا سيقولها بعد ذلك إذن ما خلالهم وجوابهم بل حزن وغضب عليهم أبوهم سولت لكم أنفسكم أمرا تكذبون إذن ما خلالهم وجوابهم طيب هل تابوا إلى الله تبارك وتعالى؟ قد يكونون تابوا إلى الله جل وعلا وهو الظاهر في قول الله تبارك وتعالى تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين وفي قولهم لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين هم تابوا إلى الله تبارك وتعالى ولكن هل هذا الأمر متهيئ لكل أحد؟ هل هذا القول صحيح؟ هل يجوز لكل أحد إذا أراد أن يخدم على معصية أن يقول ونصير بعد ذلك قوما صالحين؟ إن هذا الأمر إن وفق له إخوة يوسف قد لا يوفق إليه غيره ولذلك لا يقدم الإنسان على مثل هذه المعاصي ثم يقول أكون بعدها من القوم الصالحين لأنه يحتاج إلى أن يضمن ثلاثة أشياء يحتاج إلى ضمان ثلاثة أشياء يحتاج أولا إلى أن يعيش إلى أن يصير صالحا قد يموت قبل أن يتوب يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطامي لا يضمن الإنسان حياته أبدا إذن يحتاج أولا أن يضمن أن يعيش إلى أن يتوب ثم يحتاج أن يضمن أن يوفق إلى التوبة قد لا يوفق الإنسان إلى التوبة لأن من شؤم المعصية أنها تجلب معصية والمعصية تجلب معصية وهكذا حتى يهلك الإنسان والعياذ بالله من يضمن لك أنك ستوفق وتتوب لأن التوبة توفيق من الله جل وعلا ثم الأمر الثالث الذي يحتاجه الإنسان ألا وهو أن يقبل الله التوبة قد لا يقبل الله التوبة قد تكون هناك موانع من قبول هذه التوبة فلا يوفق الإنسان إلى إزالتها فلا تقبل توبته عند الله جل وعلا إذا لا يجوز الإنسان إذا أن يقدم على معصية ثم يقول سأتوب إذا فعلتها طيب هنا خططوا وقلنا عرضوا المشكلة ووضعوا الحل وتوقعوا النتيجة النهاية لهذه المشكلة قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف طيب والحل قال وألقوه في غيابة الجب أي في وسط الجب البئر ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فعلي إن كنتم عزمتم على قتله عزمتم على التخلص منه هناك حل آخر مهما كان أخ ابن أبينا يحمل اسمنا نحن أولاد يعقوبه هو أولاد يعقوبه فيه رأفة في القلب وإن كان الشيطان قد دخل قويا عندهم اقتلوا يوسف ولكن أيضا هناك عاطفة عاطفة أخوية تبقى قال قائلهم لا تقتلوا يوسف لأحنا نظرنا كان المفروض أن يقتلوا من نقتلوا أباهم من الذي في ضلال مبين زعموا أبوهم اقتلوا أباكم ما ذنب يوسف هل أذنب يوسف شيئا أبدا وإذاك الإنسان إذا أراد أن يعاقب يعاقب من يعاقب المذنب في نظره على الأقل فما ذنب يوسف أنه يحبه أبوه وهل هذا الذنب ليوسف صلوات الله إلا إن الشيطان أعمى بصائرهم حتى لم يروا الحق فجمعوا بين الجريمة والظلم هنا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وهناك حل آخر يمكن أن تصل به إلى نفس النتيجة يخلو لكم وجوابكم نفس النتيجة ما هي قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ويذهبون به والحمد لله انتهى الأمر وكان هذا القائل أبرهم وأتقاهم لله وأحناهم على يوسف وإن كان مشتركا في الجريمة ولكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض فهذا الشر الذي جاء من هذا الأخ وهو إلقاء يوسف في الجب أهون وأخف من الشر الذي كان يعزم عليه بقية الأخوة وهو قتل يوسف صلوات الله وسلامه عليه اقتنعوا لأن يوسف في نظرهم ما فعل جريمة يعني فما في عندهم أي مشكلة هم يريدون النتيجة بل لو وجدوا حلا آخر غير إلقاء يوسف في الجب ما عندهم مشكلة هم فقط يريدون أن يخلو لهم وجه بهم بس هذا الذي يريدون لكن ظلمة المعصية ما استطاعوا من خلالها أن يروا حلولا أخرى جيدة فقل شيئا يجلس مع أبيهم ويقولون يا أبانا لماذا تحب أخانا أكثر منا وانتهى الأمر ولكن لم يكن شيء من ذلك اتفقوا على هذه القضية أن يلقى يوسف في الجب ذهبوا إلى بهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون أخوانه نحن ناصحون له وأبوهم لم يكن يرى ذلك عليه الصلاة والسلام لم يكن يرى أنهم ناصحون ليوسف صلوات الله وسلامه عليه كانوا يذهبون يلعبون ولا يخرجوا يوسف معهم كما قلنا للأسباب الماضية أرسله معنا غدا نريده أن يذهب معنا غدا يرتع ويلعب إذن لمصلحته لا نحتاج إليه وإنما نريد مصلحته يرتع ويلعب وإن له لحافظون ظاهر أمرهم أنهم يريدون مصلحة يوسف صلوات الله وسلامه عليه قال يعقوب يعتذر لهم لا يريد أن يجرحهم مباشر يقول أخاف عليه منكم هو يخاف عليه منهم ألم يقل له في البداية لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كين فكان يتوجس منه شرا ولكن أيضا ما يستطيع أن يظهر لهم هذا التوجس حتى لا يقدموا على أمر عظيم في شأن يوسف وما كان يدري صلوات الله وسلامه عليه أنهم فعلا قد أقدموا على هذا الأمر العظيم وهو قتل يوسف صلوات الله وسلامه عليه فاعتذر لهم وقال إني ليحزنني أن تذهبوا به ما أريد مفارقته ولعل هذه الكلمة زادتهم غيظا نحن مفارقك ولا شيء وهو يفارقك وتحزن إنه ليحزنني أن تذهبوا به ثم ماذا وأخاف أن يأكله الذئب أنتم تدافعون عن أنفسكم أنتم أقويا كبار تدافعون عن أنفسكم هو صغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لم يقل متعمدون لم يتهمهم في شيء وإن كان يوجس منهم خيفة قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخسر وهنا يعقوب عصد سالم ما قال ليحزنني أن تذهبوا أخاف أن يأكله الذئب أعطاهم الحل بصورة غير مباشرة أعطاهم حلا لمشكلتهم أنهم إذا ألقوا يوسف في الجب ماذا يقولون فقال لهم يأكله الذئب هذه هي هذه هي نقول أكله الذئب إذن أنت كنت تخاف من الذئب إذن نقول أكله الذئب فستصدق هذه مباشرة لأنك كنت تخافها إذن أكله الذئب فأعطاهم حلا لمشكلة كانت عارضة لهم قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخسرون سلم أمره وسلمهم أخاهم أعطاهم إليه ذهبوا به من الغد ثم قالوا ماذا نفعل قالوا كما اتفقنا أن نلقيه في الجب فجاءوا ليوسف وأرادوا أن يقوه في الجب فقال أنا أخوكم كيف تصنعون قالوا أنت مالك ذنب الذنب ذنب أبيك الذنب ذنب أبيك وليس لك ذنب ثم ألقوه في الجب صلواته الله والسلام عليهم وكانوا أذكياء فنزعوا قميصه قبل أن يقوه في الجب وألقوه بدون هذا القميص ثم ذبحوا عجلا أو تيسا ولطخوا الدم بالقميص وقالوا حتى نقول لأبينا إن الذئب قد أكله فرجعوا إلى بهم عشاء يعني آخر النهار رجعوا إلى بهم عشاء يبكون بكاء التماسيح دموع التماسيح يبكون كذبا وزورا وإذا قيل لأحد القضاة لما جاءه رجل يشكو ويبكي قال له والله إني أراه لصادق قال لماذا؟ قال يبكي قال إخوة توسوا ذهبوا يبكون وهم كذبون فلا يغتر الإنسان بالبكاء وغيره على أن الإنسان صادق في دعواه إخوة جاءوا يبكون وهم كاذبون في دعواهم فجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستقر وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الدئب هذا الذي وضعوا خط رجع وما أنت بمؤن لنا أكيد ما رح تصدقنا قطعا لن تصدق وما أنت بمؤن لنا ولو كنا صادقين أنت دائما تتهمنا بالكذب يعني يضعونه في زاوية ضيقة كنا يقول صدق ما نقول وما أنت مؤن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدأ من كذب خذ تبي الدليل تريد الدليل هذا القميص دم شوف أليس هذا قميص يوسف قال بلى قال ملطخ بالدماء أكله الزئب نظر القميص قال سبحان الله ذئب أكل يوسف ولطخ يوسف ولم يشق القميص نسوا أن يشقوا القميص قميص غير مشقق ملطخ بالدماء ويقولون هذا قميص سبحان الله الذي أكله الدب وهو يلبسه قال عجيب قميص لم يشق وهذه ما يسمى بالجريمة الناقصة لا توجد على الأرض جريمة كاملة كل مجرم لا بد أن يترك شيئا يفضح جريمته يعرفه من يعرف ويجهله من يجهله ولذلك لما رأى القميص سليما لم يشق قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا كذابون سولت لكم أنفسكم أمرا النفس أمار بالسوء سولت لكم أمرا زينت لكم أمرا بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل ما يملكوا إلا أن يقول صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقول يعقوب صبر جميل يدل على صبر عظيم عند البلاء وتفويض لأمر الله تبارك وته وعدم جزع هذا مجزع عرف أن إخوته كادوا به صلوات الله وسلامه عنه وكادوا له ومع هذا قال صبر جميل فصبر على هذا البلاء صلوات الله وسلامه عنه ولم يجزع ولذلك أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما رميت بالإفك واتهمت بالزنا في عرضها في شرفها صلوات الله وسلامه عليها لما اتهمت وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فتوب إلى الله فإن التوبة تجب ما كان قبلها تقول وكانت أمي وأبي عندي تقول فنظرت إلى أبي فقلت يا أبتي ألا تسمع ما يقول رسول الله ألا تجبه دافع عني أنت أبي دافع عني ألا تجبه فأنزل رأسه وقال والله ما أدري ما أقول ما أدري ما أقول فالتفتت إلى أمها وقالت يا أمي ألا تسمعين ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجبين دافع عن ابنتك فأنزلت رأسها وأطرقت وقالت والله لا أدري ما أقول تقول عائشة فقلت لهم والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف تقول ونسيت اسمه كان عمرها في ذلك الوقت قطع كبدي رضي الله عنها وأرضاه وإذلك بعدها بقليل جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصبر على هذه المصيبة العظيمة جاء الفرج فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئ عائشة رضي الله عنها وذلك يقول لها أهل علم المبرأة من فوق سبع سماوات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العشر آيات العشر على عائشة رضي الله عنها براءة من الله جل وعلا عندها قالت لها أمها قومي إلى رسول الله فاشكريه لأنه هو السبب إنما ينزل القرآن عليه فهو الموصل لهذا القرآن قومي إلى رسول الله فاشكريه قالت لا والله لا أحمد أحدا اليوم إلا الله جل وعلا هو الوحيد سبحانه وتعالى وقف معي هنا كلكم شككتم بي ما أحمد الرسول قضبانه ما أحمد إلا الله سبحانه وتعالى هذا الدنب الذي وقع من إخوة يوسف صلوات الله وسلامه عليه ما سببه الحسد حسد يوسف على مكانته من أبيه ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أصل الذنوب ثلاثة أسباب الحسد والكبر والحرص الحسد والكبر والحرص لو نظرت في ذنوب العباد لوجدتها تدور على هذه الأمور الثلاثة إما حسدا وإما كبرا وإما حرصا الله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا من الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه مع تحيات أخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي حوالي شارع الحسن البصري هاتف رقم 2615-046 ترجمة نانسي قنقر